إلى طريق مسدود وصلت المباحثات بين وجهاء دير الزور والتحالف الدولي حول مجزرتين شحيل وضمان التي يقول الأهالي إن ميليشيا قسد ارتكبتهما لدى مدهمتها البلدتين بحثا عن مطلوبين هنا في حقل العمر النفطي اجتمع الطرفان بحضور ميليشيا قسد وجهاء دير الزور طالبوا بمحاكمة قاتلة أبنائهم رافضين وجود ارتباطات بين الضحايا وتنظيم داعش أما التحالف الدولي وقسد فقالوا إن أهالي شحيل أبدو مواجهة مسلحة أثناء تنفيذ العملية التي أسفرت عن وقوع ثمانية قتلة فيما أكد التحالف أن ما جرى في قرية ضمان لم يشهد أي مقاومة من الأهالي اتهام زاد احتقان ممثلي الضحايا رغم محاولة قسد استرضاءهم بدفع فدية مالية فانسحب بعض وجهاء دير الزور ليبقى الخلاف سيد الموقف إلى أين تتجه الأمور شرق الفرات؟ ذاك ما بات يسأل على ضوء التوتر القائم في تلك المنطقة التي ضاقت ذرعا بانتهاكات قسد وشهدت مظاهرات حاشدة في عدة مدن وبلدات نددت بجرائم الميليشيا المتنوعة ورفضت بيعها النفطة لنظام أسد إلا أن قسد حاولت تدارك الموقف بعقد ملتقى عشائري في بلدة عين عيسى شمال الرقة ووعدت آنذاك بالاستجابة لمطالب الأهالي إلا أن شيئا من ذلك لم يتحقق حتى الآن اشتركوا في القناة